لكل شخص فينا نقاط قوة يتميز فيها وأيضا قدرات خاصة لا يملكها غيرنا هذه الإمكانيات يجب أن يتم تطويرها والاهتمام فيها حتى تعزز الجانب النفسي واليوم حديثنا سيكون عن نقاط القوة والمواهب مع ضيفنا المتخصص في علم نفس المعنى وصاحب خبرة في تطوير المواهب ونقاط القوة اسمحوا لي أرحب بأحد المؤثرين في هذا الجانب الأستاذ فريد نافع أهلا وسهلا فيك أستاذ فريد منورنا وإن شاء الله نقدم الشيء المفيد والنافع جمهورك الكريم صراحة أنا كثير شدني الموضوع وأعرف عنه أكثر وأكيد أنه أيضا مشاهدين أحبين يعرفوا عنه كثير ولكن بداية عرفنا عن نفسك شوي وعن مفهوم ومعنى علم نفس المعنى فريد نافع متخصص في نقاط القوة والمواهب والقدرات بصراحة أحب هذا المجال من تقريبا 15 سنة وأنا عاشق له والآن في طور أبحث في علم نفس المعنى اللي هو نسميح أنه المدرسة الثالثة في علم النفس الفيني بدأت بالنفس التحليلي ثم علم نفسه السلوكي والآن علم نفس المعنى وعلم نفسه الإنساني المبتكر هذا العلم أو اللي طلع النظرية هو العالم فكتور فرانكل هذا العالم كان مسجون في السجون النازية وخرج بعدما نجي من هذه التجربة ألف كتاب اسمه الإنسان يبحث عن المعنى بعدما خرج بهذا الكتاب عنده نظرية تقول أن الناس بصفة عامة عندهم دافع للخير وتقدير الذات والنمو والإبداع لذلك يحتاجوا لثلاث ركائز رئيسية حرية الاختيار وإرادة المعنى ومعنى الحياة نتكلم حرية الاختيار كل إنسان حر في اتخاذ قراراته وهو مسؤول عنها وملتزم فيها نتكلم عن إرادة المعنى نحن دائما نبحث عن السعادة لكن الإنسان يبحث عن السعادة في المعنى اللي قاعد يسويه فمثلا لو جاء الواحد فينا تعيين في مكان كبير يقول للناس أنت ما تعرف معنى هذا الشيء بالنسبة لي فحاول يشرح المعنى عشان هو خلال سعيد هذا المعنى فمش الوظيفة وإنما المعنى من الوظيفة أو الإحساس في هذه اللحظة طب ما شاء الله تبارك الله عليك أستاذ فريد شلو اكتسبت خبرتك في نقاط القوة وأيضا اكتشاف المواهد هذه الخبرة بدأت تقريبا في 2007 عندما كنت معلم للموهوبين وكان عملي يرتكز معهم أكتشاف المواهب العقلية والمواهب الإبداعية والمواهب الخاصة في 2013 حصل تغير في حياتي أنه طيب لو كان في شيء أفضل من هذه الأشياء طيب في ناس ما عنده مواهب عقلية ما عنده مواهب خاصة ما عنده جوانب إبداعية هل هم ممبدعين؟ فمن هنا بدأ البحث والحمد لله صرت أول سعودي وعربي مختص في نقاط القوة معتمد من شركة قالب الأبحاث هي من أكبر الشركات في مجال نقاط القوة وتطويرها ومن هذك الفترة من 7 أبريل 2014 إلى قبل ما جيكم السيديو وأنا أبحث في هذا المجال وهو اللي قادني لعلم نفس نقاط القوة وعلم نفس الإيجابي وبعدها علم نفس المعنى ما شاء الله تبارك الله عليك أنا صراحة أنا سعيدة مرة اليوم بتواجدك معي اليوم أنا شخصيا أكتشف نقاط قوتي وكمان المشاهدين نبغاك تعلمنا بعض الأساسيات لإكتشاف نقاط قوة كل شخص فينا ولكن قبلها خلينا نعرف لهم الفرق الكبير بين الموهبة وبين نقاط القوة يمكن كثير من الناس يخلطوا بين الاثنين كل واحد أو كل شخص يكون موهوب فيقول موهبتي هي نقطة قوتي لشخصيتي صحيح ويشيز هذا غلط صحيح فنبغا نعرف الفرق بينهم الفرق ما بين البذرة والشجرة الله سهلت علي الموضوع الموهبة هي البذرة تطويرها والعمل عليها ونعمل عليها هذه هي نقطة القوة الموهبة هي شيء فطري موجود فينا تطوير وأداء وطاقة جميلة تشعر خلال أداء العمل هذه نسميها نقطة القوة وتعريف علمي هو أداء متسق وشرب مثالي في نشاط معين ممكن نضرب مثال فيك أي أكيد طبعا أنت موهوبة في الإلقاء وفي التقديم التلفزيوني لو جيت يوم واحد وقعد تقدمي هنا بس يقولي خاصة أنا لا أتبغى هذا الشيء أنا لا أحسن نفسي هنا فيه نقول عندك موهبة بس ما طورتها لكن كل يوم مستمتعة بالإلقاء والجلوس مع الجمهور واكتشاف الجمهور والجلسة معه هنا نقول هذه نقطة قوة أصبحت عندك ننتقل لنقطة أهم إذا ما نتقلنا من النقطة القوة إلى استثمار نقطة القوة ممكن ترتد نقطة القوة علينا وتصبح نقطة ضعف وهذه هنجير إن شاء الله واو صراحة شيء يعني كأنها مسألة رياضية صحيح ومعادلة رياضية خلينا نقول اليوم ولكن نجي السؤال المهم كيف كل شخص فينا يكتشف نقاط القوة الموجودة فيه فيه طريقتين طريقة الملاحظة وطريقة المقاييس العلمية الملاحظة نستطيعنا نسويها مع أنفسنا أو نجعل الآخرين يسوونها معنا الملاحظة تدور على أربع ركايز رئيسية اختار شيء أنت مميز فيه أو تحب تسويه أو تحب تسويه أو الناس يقولون أنك أنت كويس فيه ثم تطبق على التالي هل أنت ناجح في هذا المجال؟ هل عندك تدفق بمعنى تحب تشتغل عليك كل يوم؟ هل تحب تنمي نفسك فيه؟ وهل بعد انتهاء العمل تشعر بالراحة والسعادة والبهجة؟ هذه العلامات إذا موجودة عندك هنا نقول هذه موهبة أو نقطة قوة عندك إذا ما هي موجودة نقول راجع نفسك ليش ما هي موجودة عندك؟ ممكن عندك موهبة ثانية غير هذا ممكن أن يحدث ستاة فريد رأي الناس خلينا نكون صريحين اليوم جميع في بعض الأشخاص صراحة محبطين جدا ومهما شافوا أن في ذلك الشخص الذي قدامهم نقاط قوة أو موهبة ممكن يحطموا ويقولوا أنت ما فيك شيء هنا اختيار المجتمع اللي تختارينه أنا دائما في جلسات يقول اختار شخص يؤمن فيك لا تختار أي شخص النقطة الثانية الناس ما يولامون لما عندهم لغة نقاط القوة يقول أنت دافور أنت كويس أنت ممتاز لكن إيش هو بالضبط ما عنده لكن لو كنت زعلانة يقول أنت حزينة أنت مكتئبة يحدد حزنك واكتئابك فنختار الناس اللي يساعدونه وفيه جزء الثاني نحذفها يلا ونروح للجزء الثاني الجوائز الهدايا اللي أخذتها في هذا المجال صحيح هذه أمكن نقطة مهمة طب نرجع لموضوع الموهبة الموهبة إذا ما تم اكتشافها وتنميتها وتطويرها ممكن تموت في هذا الشخص فهنا كيف أنا أقدر أكتشف مواهبي؟ هل يتموت؟ يعني تندفن نقدر نقول موهبة ترتد علينا إذا ما اكتشفت على شكل إحباط مشاكل نفسية داخلية عدم القدرة على الإنجاز شعور أن حياتي ما لها معنى وبالتالي ترتد كألام جسدية تكون أمراض نفسية جسدية وجسدية نفسية منشأها نفسي المواهب عشان نكتشفها ونشتغل عليها زي ما ذكرنا كيف اكتشاف الموهبة لكن عشان نشتغل عليها نحتاج أول حاجة نفهمها يعني إيش المواقف القديمة اللي استخدمت في هذه الموهبة ونجحت فيها بعدين نتغل على الاستثمار كم مرة تتدربين في اليوم على الإلقاء مثلا على التفكير الإبداعي كم ساعة في اليوم بعدين المجتمع لذكرتك بشوية من المجتمع الإبداعي اللي تجيس معه وبعدين الأهداف الأهداف هي المغذية للمواهب ونقاط القوة ما في أهداف ما حتتطور نقاط القوة والمواهب هذه هي الخريطة لتطوير نقاط القوة والانتقال فيها المستوى أعلى حلو طب بعد ما اكتشفنا نقاط القوة أو الموهبة نجي أيضا للسؤال الأهم كيف نستثمر نقاط قوتنا ونحولها لنجاح في حياتنا وأيضا نستثمر ونكتشف نقاط الضعف الموجودة عندنا عشان ما نخلي الأشخاص الآخرين يستغلونها القاعدة عندنا التي تعلمناها من ساذتنا في قال أنه ركز على نقاط القوة وإعمل إدارة لنقاط الضعف ليش؟ لأن ثلثين نقاط الضعف هي في الأصل نقاط قوة ومواهب عندنا موجودة ثلثين نقاط الضعف هي مواهب على المفاجأة جاعت صدمني ثلثينها مواهب أنا من أشتغل على نقاط قوتي نجي المرحلة مرة مهمة وصلنا للمرحلة الاحترافية إذا ما استثمرت ماديا يعني تقدم موهبتك المصورين الموجودين إذا ما قدموا موهبتهم بمقابل مادي أو مقابل مجتمعي حيشعروا موهبتهم ما لها قيمة فبالتالي ما هيكون في استثمار طيب ما صار فيها استثمار سترتد نقطة القوة تصبح نقطة ضعف الناس ما مقدرين نقطة قوتي أنا ما يحتاج أشتغل عليها الناس ما يحبون أنا ما يحتاج أشتغل عليها فتصبح نقطة ضعف عندهم طيب نجي النقاط الضعف قلنا ثلثين نقاط الضعف هي في الأصل نقاط قوة كيف؟ كيف ثلاثة أقسام لنقاط الضعف القسمة الأول نقطة ضعف موجودة عندي أنا ما عرف التصوير لو مسكت الكاميرا ما عرف أصور أنا ما عرف أجلس مكانك وأقدم أقدر أعترف فيها شيء أنا جاهل فيه أو أنا ما أعرف هذه أول جزئية وكلنا نعترف فيها ما عندنا مشكلة ما أعرف صح الجزئية الثانية أنه أنا كشخص عندي توقعات أو الناس متوقعين مني أني أنا أطلع الآن قدامكم وصير إنسان ما في زي فيجي علي الضغط كبير وكل تركيز يكون على توقعات الناس فتنقلب نقطة القوة النقطة ضعفة على سبيل المثال يكون شخص منجد بشكل كبير وتجي توقعاته من المدير أو من أهل أنه أنت ما شاء الله عليك رائع وحتجيب الدرجة كاملة أو حجيب المشروع بشكل كامل ينصد توقع يصير عنده فبالتالي يبدأ يشتغل ليل نهار إليه ما يصيبه احتراق داخلي فيكره الموهبة هذه فتنقلب نقطة ضعفة عنده أو جسديا ينهك أو يمل منها يقول ليتها ما جات عندي هذه الموهبة من يمستفيد منها شيء هذا الجانب رقم الثانية توقعات الناس مني الجانب رقم ثلاثة إذا أنت توقعت من نفسك يجعني مثلا على مكان أكبر وأعلى وراتب أعلى لأني أنا موهوب فيأرضي هدي ما عليك يقدي لا يحتاج أستخدم مواهبي فهنا أركنا على جم وكلما جاء مشروع أنا أنتظر من الآخرين أنهم يساعدوني يساعدوني ويساعدوني وأنا ما أساوي شيء من باب توقع أني أنا موهوب وأنا رائع وما أحتاج فهنا توقعاتنا من أنفسنا تقلب نقاط قوتنا ونقاط ضعف والله رياضيات نقاط مهمة ورياضيات وكنا فعلا نحتاج ورقة وقلم عشان نكتبها طيب هل من المفترض أن نركز على النقاط القوة عشان نطورها ونشتغل عليها وأيضا نركز على نقاط ضعفنا ونطور منها ونشتغل عليها ونستثمرها في نفس الوقت فخير ركز على نقاط الضعف النقاط الضعف نديرها ما نطورها إدارة نقاط الضعف تكون أول شيء بأخذ مجموعة افتراضات الافتراض الأول حنا بشر فأكيد عندها نقاط ضعف نعترف فيها النقطة الثانية نقاط ضعفي تساعد شخص آخر على إبراز نقاط قوته فمن أنا أعترف أن هذه نقطة الضعف عندي فأنا أساعد أساعدك أستاذ الأمية أن تساعديني بنقاط قوتك اللي أنا ما أملكها فهنا نعملها شيء اسمه إدارة الإدارة تكون بطريقتين إما أني أطور نقاط قوتي بشكل كامل وخلاص أبدأ أداري نقاط ضعفي ما تخرج في الأماكن اللي أنا ما بغاها تخرج أو أني أختار فريق عمل ويصير كل واحد مختلف في نقاط قوته عني أنا فهنا يصير أنت دورك كرئيسة فريق مايسرو هذا عنده نقاط قوة خاصة خليستخدمها في مجال معين في نقطة معينة وهنا نجي الشيء اسمه المعنى الذهبي في نقاط القوة استخدامها في الوقت المناسب في المكان المناسب بالقدر المناسب مع الأشخاص المناسبين فهي كأنها معزوفة نشتغل فيها مع الناس بس أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ فريد هو الاعتراف بنقاط الضعف طب بعض الأحيان إذا اعترفنا بهذه النقاط ممكن نكون تستغل فعليا ممكن يكون فيه أشخاص حولنا مهم الكفو أو الأشخاص الصح الموجودين في حياتنا فيستغلون هذه النقاط معلش أنا اليوم سلبية شوية موضوع إيجابي ولكن أبغى أركز على جميع المحاور الموجودة في نقطة جوهرية في الاعتراف بنقاط الضعف ما أجي أقول ترى يا جماعة خير أنا عندي نقطة الضعف كذا 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 هذه سلبية اعترافك أو شيء بنقاط قوة ترى أنا قوية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أي صح بلس أنا مني قوية في واحد اثنين ثلاثة ترى تستاهل لو جبتني هنا ما حادي لك العمل سيكون عليك مولك ما حيقدر يستغل لها ما حيقدر يستغل لني أنا اعترفت لك بمجموعة كبيرة من نقاط القوة فين الإشكالية نحن نجي نترك جوانب نقاط القوة ونروح ترى أنا ضعيف في جانب كذا 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 بالضبط بالضبط يمكن كثير نحن الشباب والبنات نقع في هذا الخطأ وهذا اللي يخلينا ضعيفين شوي قدام الناس فهذه نقطة مهمة جدا أتمنى من الشباب والبنات فعليا أنهم يركزوا عليها طيب بعد اكتشاف المواهب وتطويرها إيش هي المراحل الأساسية والمهمة اللي يمر فيها الشاب أو الشابة جميل جاك شخص هنا مكتشف نقاط قوته وأغلب اللي يجون هنا ويجلسون عندك هم ناس موهوبين ومبدعين جدا أول لو سألناهم إيش المراحل المريتوا فيها أول مرحلة الثقة واثك في نفسه يحس أنه واو أنا أعرف شابها في حياتي الجزئية الثانية غير الثقة ندخل على مرحلة الاستثمار أنه يبغى يسوي مشروع يبغى يكون في وظيفة ممتازة يوري المجتمع نوى قد إيش ممتاز النقطة الثالثة اللي هي النقطة اللي نجي في علم نفس المعنى القيمية موهبتي هذه كيف يستفيد منها المجتمع دائما نجدهم اللي عندهم مواهب واضحة يتطوعون في مرحلة معينة بأوقاتهم يتطوعون بأموالهم يتطوعون بأشياء كثيرة هم يملكونها على سبيل المثال المغني العالمي مغني كان اكتشف موهبته يوه قديم هذا وين قديم وين ذي الفترة هذه القصة دائما أستشهد فيها عنده موهبة كانت واثق من نفسه بعدين استثمارها ببيع واحد من البومات بمليون دولار تقريبا أو أعلى من كذا أو بيعت مليون نسخة بعدين سوى مشروعه الخاص إنارة أفريقيا القيمية للمجتمع فدائما الموهبين إذا اكتشفوا والمبدعي تشفوا نقاط قوتهم عندهم سؤال مرة كبير بعد أربعين خمسين سنة إيش المشروع اللي يخلي إيش الإرث اللي يخلي من خلال موهبتي لكي يجيوا عندهم حالة ملحة أنه ينجحوا مشاريعهم الحالية صحيح كان عنده أغني اسمها لونلي أمستر لونلي يالله قديم بس فعليا الموضوع جميل جدا والمثال اللي ذكرت أكيد كثير من شبابنا وبناتنا ماشيين على نفس هذا الخطأ وما يقصر ويعطيهم ألف عافية وبنحاول أكثر وأكثر أن نكتشف نقاط القوة الموجودة فينا ونطور منها ونستثمرها بالاستثمار الصحيح صحيح في نفس الوقت شكرا لك أستاذ فريد يعطيك ألف عافية كلما أخيرة الناس يسألون دائما وش وظيفتنا كم راتبنا متى ترقيتك لكن ما يسألون وش قاعدين نبني وقت ما تتغير أسئلتنا ناحية أنفسنا إن شاء الله ستتغير حياتنا أكيد هذه نصيحة مهمة جدا نختم فيها لقائنا يعطيك ألف عافية أستاذ فريد نورتنا شرفتنا مشاهدينا بعد الفاصل رياضة الجتسكي تجذب الشباب ويحصدون فيها الذهب